على الدكة هزت ناس كتيرة وناس كتيرة وقفت عندها انه لاعت للحظة ما وهو على الدكة حتى ملعبش بيبكي وامام عشور اعتقد جنبه في اللقطة اللي جات هو اللي بيطبطب عليه وبيهديه كابتن احمد شو بيرعلق على اللقطة دي نشوفه كان حديث السوشيال ميديا امبارح والنهار ده يعني انا الحقيقة بزعل جدا لما نتكلم على حد اي حد اي بني ادم بسخرية ابدا عيب البني ادمين لهم احترامهم لكن واحد صعبان عليه انه ملعبش انه متغيرش انه مبدلش لقطة امام عشوركة لقطة مفيش اجمل من كده ولا احلى من كده الحقيقة امبارح يعني فبدل ما تقول بالربو فيه ناس طبعا اشادت وفيه ناس بقى منهم حتى لو اقول لك وانت زعلان ليه وانت يا عم مش كده امر مش كده قول انه مش عاجبك كلعيب حقك تمام قول انه احسن لعيب حقك تمام لكن تصخر من بني ادم تصخر من الانسان ده امر الحقيقة مزعج على فكرة الزعل على ان اللعيب ملعبش هو نوع من الاحساس بالمسئولية لكن لو خدوا بغضب واحتجاج وتمرد لا مش من حقه لكن انه هو نفسه يلعب اه طبعا لازي بيبقى عنده هذا الاحساس وليه يبقى موظف في الاخر اللي معندوش يبقى البليد الاحساس ده مش هيديلك حاجة لكن احنا ما نوصلش اللاعب انه تعرض لزيد ضغوط طيب بص يا جماعة زمان ما قبل السوشيال ميديا كان الفيدباك بيجي لللاعب من المدرج زي المسرح يعني المدرج كان مسموح بحضور جماهيري في التدريب فالجمهور في التدريب هو اللي بيساند وهو اللي بيدعم وهو اللي بيعبر لللاعب عن دعمه وفي الملعب الجمهور هو اللي في ظهر الفريق كانت المسائل بتبقى مختلفة عصر السوشيال ميديا بقت المدرجات موجودة على السطح الاعلامي الحديث بدل المدرج في الاستاد فاصبح الجمهور انتقل من المدرجات الى المنصات الالكترونية هنا في الاول كان ممكن تلاقي حد في المدرج يقوم يشتم او يطلع لفظ كذا فتلاقي الكل بيسكته وفاجأة الكل بيهتف للاهل او لللاعب الظاهرة بتاعت السوشيال ميديا اللي الكابتن شوير بيتكلم عليها ظاهرة ان فيه لاعب بعينه يتعرض للتنمر او للإساءة هنا لازم الهبة الاهلوية المسؤولة هي اللي تبقى حامية للفريق وارد جدا انها هتلاقي فيه اندساسات على الفكرة ده حصل مبارع معظم الجمهور يعني يتكلموا عليه باحترام بالزبط قالوله يعني احنا مقدارين ويلا مستنينك افزل مجهودك وحنبقى في ظهرك وارد انك تلاقي في اندساسات وناس باكاونتات مضروبة عشان تبدأ تتكلم وتوقع وتعمل مشكلة للفريق ودي ظاهرة موجودة وارد ان يبقى فيه ظاهرة موجودة يا سيد زبرائي انت فكرتيني يا جماعة من فضلكم ولازم ما بحث الانترنت يشوفونا طريقة ما ينفعش ان اي حد يعمل اكاونت باسم اي حد تاني ويبقى الاجراءات محتاجة لنعمل اجراءات بتخلي ناس تكسل تشتكي لكن انا مضطر ان انا اي اكاونت بيحمل اسمي ليس ليه حسابات انا ما عنديش حسابات فاي واحد يقولك عدل القيعي وصورتي واسمي وصورتي واسمي ولا ملك وكتابة وصورتنا انا ابراهيم اعرفوا ان دي مش بتاعتنا حتى لو كانت بتشكر فينا جر رجلي يعني او حتى لو بتتكلم كلام على رسالنا يقولك يا عم ده بيسياتك انا بقول دي مش بتاعتي مش هفرح بما لم افعله بانه هيعمل لك كرسى بعد كده انا بقول ما ليش حسابات واعتقد ان انت كنت بت لقيت كتير وكنت ببعتها لك لا ده في حد تاني اشتكالك اه في كتير اشتكى يحط اسم ملك وكتابة وصورتي انا والمهندس عادل وبعد كده يروح حاطت اي لوجو للبرنامج وتبص تلاقي بيتقال كلام غير عادي زي ما تعمل برضو حاجات كتيرة وتحط صورة الشخص وتحط عنوين تانية خالص اعتقد الامور دي بتعمل مش مشاكل بتعمل مصايب لانك تلاقي فجأة يتحطي لك على صفحتك على لسانك حاجات توقع عناس كتيرة في بعض وحليني على ما تدور لكن المهندس عادل بيقولك لا ما بحث الانترنت بتشتغل لما تروح لها بلاغات لما بتروح لها بلاغ او شكوى على طول بتجيب الشخص اللي اسس هذا الحساب من رقم التلفو لماذا يا ساز إبراهيم أنا جربت بتاخد شوية اجراءات ووقت أنا عاد ما بحث الانترنت بمجرد صاحب الشأن ما يخضر دمش عسقه بيه يحصل ايقاف حصل المخالفات ضخمة جدا ما هي حتزيد طول ما فيش اتصاد الفوري هو اللي حيوقف هذه الزاهرة لكن انت لو خدت اجراءات على ما 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 توصل النتيجة يعني في التجربة الشخصية اللي أنا قلت لك عليها دي أنا عادت شهرين على ما جبنا الشخص وتم حسابه حساب عسير وبدأ يطلب يعني طب خلاص يعني عشان يتم العافو عليه لكن انا بتكلم خلاص النهاردة انا بقول لك مش حسابي بقول للجهة المسؤولة مش بس المباحث الانترنت ده لا ينبغن حتى توصل للمباحث المفروض ان لما ابعت انا كمسؤول بشكل موسق اقول لهم يا جماعة يا اللي بتنزلوا الاكاونت ده باسمي انا مش حسابي مطالب عامل ايه تاني وهم ايه قبل ما يحصل مشكلة لازم يحصل ده قبل ما يحصل مشكلة عشان ما قللكش هو لا ده هو حسابه بس بينات ضئيل لا تعمل بلاغ علشان هم يبدأوا يتحركوا في دول البلاغ ده المباحث بقى تضغط انا عايز لوصل لقالية يا أستاذ إبراهيم اللي بيعملوا حاجات ده عشان بيكسبوا من وراء بيبقوا مش عايزين يمتنعوا لا مش عايزين يساهلوا الغاء الحسابات دي لا ليه دي مسألة يعني يا أستاذ إبراهيم هل في حد مثلا النهاردة إلا إذا كان حجم الضرر هيبتدي يوبا كبير وليه نستنى لما يحصل ضرر أنك تروح وتعمل محضر وبعدين تسلم تليفونك ويتفرغ وبعدين تسلم مش عارف إيه لو حد بيكلمك أفهمها لما يكون في ناحية جناية حد بيهددك حد بيكلمك لكن فيه يعني أحد يقول لنا الأبسط إجراء ليخافها زي الظاهرة إيه بلغوا وهم يشتغلوا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل ترجمة نانسي قنقر